اشتركوا في القناة مؤكدا جلالته اهمية الحفاظ على المال العام ومراقبة سبل انفاقه مشيدا جلالته بدور ديوان الرقابة المالية والادارية في اداء هذه المسؤولية على الوجه الاكمل والحفاظ على استقلالية عمله بما يسهم في تحسين مستوى اداء وزارات الدولة ومؤسساتها تحقيقا للمصلحة العامة ولما فيه خير الوطن والمواطن وقد صرح سعادة رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية بان هذا التقرير السنوي الثاني عشر الذي يصدره الديوان حيث تمكن من انجاز مئة مهمة رقابية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والصحية والبيئية اصدر بموجبها مئة وسبعة عشر تقريرا بالاضافة الى التقارير المتعلقة برقابة الادارية ورقابة الاداء لتأكد من من التزام تلك الجهات بالقوانين واللوائح المنظمة لعملها وسلامة وكفاءة انظمة الرقابة الداخلية لديها واضاف الجلهمة بان الديوان ماض في تنفيذ السياسة التي اختطها منذ انشائه مؤكدا ان ما حققه الديوان من تطور ملموس خلال السنوات الماضية يعود الى الرعاية الكريمة والدعم لمحدود الذي يحظى بهما من لدن جلالة الملك المفدأ الذي وفر للديوان الجو المناسب والاستقلالية المطلوبة وحرية العمل التي مكنته من اداء مهمه بمهنية وكفاءة عالية اشتركوا في القناة